السفير ستيورت أيزنستات من خلال خبرتك في وزارة الخزانة الأمريكية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب كيف تفسر ظاهرة داعش وكيف وصلت داعش إلى أنها أغنى منظمة إرهابية في العالم هذا سؤال جيد وهم من ناحية سرقوا البنوك في الموصل واستولوا على كل الأموال وهم يشترون الأسلحة بتمويل من عدة مصادر مثل تجارة الهروين والاتجار بالبشر ويبدو أن الحركات السنية المتشددة تحصل على تمويل من بعض دول الخليج وهناك قلق كبير لأن تمويل هذه المنظمات في سوريا للإطاحة بالأسد ولكن هذا مكانهم من الانتشار ليس فقط في سوريا ولكن في العراق والاستلاء على نصف العراق في غدون يسابيع وهناك استطاعوا الاستلاء على أسلحة أمريكية من الجيش العراقي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وقد تبخرت في ليلة واحدة السفير أيزنستات من خلال خبرتك في وزارة الخزانة الأمريكية أيضا ما هي أهم مصادر تمويل الإرهاب في العالم وكيف يمكن احتواء هذه المصادر أنها ليست فقط سرقة بنوك ولكن هناك مصادر أخرى من خلال خبرتي في دارة كلينتون حيث كنت نائب وزير المالية وكان هذا من ضمن مسؤولياتي فإن التمويل يأتي من عدة مصادر بعض الأفراد الأغنياء في منطقة الخليج يمولون تلك الجماعات لسبب عقائدي كما أن هناك مصادر أخرى مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر واختطاف الأشخاص وطلب فدية لإطلاق سراحهم والجديد هو ما رأيناه منذ أسابيع عندما دخلوا ثاني أكبر مدن العراق ونهبوا مباشرة من البنوك أموالا طائلة ولذلك فإنها مجموعة من المصادر وليست مصدرا واحدا للتمويل يمكن أن نتعقبه وهذا يعني أننا يجب أن نبذل المزيد من الجهد بالتعاون مع حلفائنا في الخليج وخاصة السعودية لوقف هذا التمويل سواء من المواطنين أو من الحكومات بشكل مباشر أو غير مباشر الشيء المثير أنه رغم الوسائل التكنولوجية الحديثة التي نملكها فإن عملية تعقب الشبكات المالية للمجموعات الإرهابية صعبة نظرا لانتشار المجموعات المتطرفة ونظام الحوالات النقدية الذي لا يمر عبر النظم البنكية ولذلك فإنه في الوقت الذي تتعقب فيه أجهزة استخباراتنا هذه المجموعات وأماكن تواجدها وتنقلاتها فإنه يسعب تعقب مصادر التمويل ولذلك فإنه من المهم أن نبذل المزيد من الجهد لقطع مصادر التمويل وحصولهم على الأموال التي يحتاجونها لشراء الأسلحة والوقود للقيام بعملياتهم الإرهابية هل نستطيع أن نقول أن الموضوع خرج عن السيطرة وأنه لا يمكن الحد من الإمكانات التي متاحة للجماعات الإرهابية الآن؟ هناك أنواع مختلفة من الجماعات الإرهابية على سبيل المثال حزب الله وحماس في لبنان وغزة يحصلون على التمويل من إيران ونحن نراقب ذلك ونحاول إيقافه وإيقاف الجماعات الإرهابية الجديدة والتي هي أكثر تطرفاً من القاعدة ويمكن تصور مدى هذا التطرف فإنهم يحصلون على الأموال من مصادر يصعب تعقوبها ولذلك أعتقد أنه يجب علينا بذل المزيد والذهاب إلى الخليج وخاصة السعودية التي تمول بعض جماعات معارضة في سوريا ونعرف منهم ما إذا كانوا يعرفون مصادر تمويل داعش وأتمنى أن لا يكون التمويل من حلفائنا في الخليج ويمكن أن تكون لديهم قدرات أكبر لمعرفة مصادر التمويل كيف ترى مستقبل ما يحدث في العراق الآن وسوريا وداعش وهل ستصل إلى تحقيق أهدافها وهل يمكن منعها من تحقيق تلك الأهداف أعتقد أن هناك طريقة لإيقافهم لعدة أسباب على رأسها أنهم عندما يستولون على مساحات من الأرض كبيرة وعددهم لا يزيد عن بضعة ألاف فإنه يصعب عليهم السيطرة عليها وإقامة شبه حكومات ومن الممكن أن يستهلكوا مصادرهم بشكل سريع ثانيا نحن نريد من العراق تشكيل حكومة وطنية بقيادة قوية كما قال وزير الخارجية كيري وقد وعده المالك بذلك ولم ينفذ ما وعد به خلال فترة يتوليه رئاسة الوزراء والآن واضح أنه لا ينوي تشكيل حكومة تضم السنة والشيعة والأكراد عندها يمكن مد الجيش العراقي بالمزيد من الأسلحة والتدريب وكنت أتمنى أن نبقي عشرة آلاف من جنودنا في العراق وأعتقد أننا لو فعلنا ذلك لما كنا في هذا الوضع لا أقول أنهم كانوا سيقاتلون ولكن على الأقل سيعاونون العراقيين في العمليات الاستخبارية والتدريب ولكننا لم نستطع التوصل إلى اتفاق لإبقاء القوات هناك والحل الآن هو المزيد من التدريب للقوات العراقية وإمدادهم بالمعلومات الاستخباراتية واعتماد الطائرات بلا طيار في مهاجمة مواقع الإرهابيين غرب العراق ولكن الأهم هو ضم السنة إلى الحكومة لأنهم يشعرون بأنهم مهمشون ولذلك عندما جاءت تلك الجماعات فإنهم لم يتعاونوا مع حكومة المالك التي لا ولأ لهم لها السفير ستيوارت أيزنستات شكرا لك ترجمة نانسي قنقر